بروكسل تضرب بعرض الحائط الموعد الذي حدده بورت جونسون لعقد صفقة تجارية معها خلال القمة الأوروبية قادة الدول الأوروبية رموا الكرة في ملعب لندن وعرضوا تكثيف المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي ليتسنى للطرفين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف نحن مصممون على التوصل إلى صفقة عادلة مع المملكة المتحدة سنفعل كل ما في وسعنا ولكن ليس بأي ثمن سأعمل أنا وفريقي على تكثيف النقاشات مع الجانب البريطاني خلال الفترة المقبلة حكومة المحافظين خبأ أملها من مقررات القمة الأوروبية التي طالبت لندن ببذل جهود إضافية لإنجاز صفقة التجارية رئيس الوزراء لم ينفذ تهديده بالانسحاب بل ترك الباب مواربا بأن أعطى بروكسل فرصة لإجراء تغييرات جوهرية في طريقتها التفاوضية وإلا فإن بلاده ستتجو إلى سيناريو الاتفاق وفق النموذج الأسترالي وهو ما يوازي بريكزيت من دون اتفاق لقد تخلت بروكسل عن فكرة عقد صفقة تجارية ولا يبدو أن هناك تقدما في المفاوضات ونحن نقول لهم تعالوا إلى هنا تعالوا إلى لندن إذا كان لديكم أي تغيير جوهري في النهج التفاوضي المفاوضات التجارية بين الجانبين لا تزال متعثرة حيث لم يستطع المفاوضون التغلب على المسائل العالقة بينهما ولسيما فيما يتعلق بمسألة صيد الأسماك فضلا عن الضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لجهة المساعدات الحكومية للشركات البريطانية مستصر لندن المياه